السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه نهاردة بقى وفيديو جديد هوريكم طريقة الشاوي والتدبيلة سارة تدبيلة ششتاوك اللي هو التدبيلة الهندي طبعا تدبيلة مزاقها حلو جدا وطعمها جميل جدا زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي ده بالنسبة للششتاوك للدجاج وهوريكم تدبيلة الروز بيف لحمة الاستيك شرايح دي لحمة الاستيك روز بيف ما شوية وهوريكم كمان الرياش الضاني سر التدبيلة بتاعت الكباب جي او الحاتي او المطاعم يعني هوريكم سر التدبيلة المشويات اللي تعرف تعمليها للفراخ او للحمة او للرياش بطريقة حلوة جدا 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 وسر التدبيلة الخاصة بتاعتي انا بقى كمان يعني اللي اتكت كده فيها خليكي معايا لنهاية الفيديو وشوف الطريقة ازاي وقبل اي حاجة ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير يلا بينا بقى نشوف الخطوات ايه هوريكم كده في عجلة سريعة ده كده شكل الشيشتهوك وهو بتشاوة على الفحم ودي شكل الرياش ومعايا بقى المقدير اول حاجة معايا تماطم وبصل دي الحاجة الرئيسية فيهم ومعايا جنزبيل مفروم زي كده ده شكله فرش هو وفرما وطوم مفروم وخل ولمون وزيت وصوص الباربيكيو وصويا سوس ومعايا البهارات والتوابل زعتر هوريكم دي كوزبرة خضرة مجففة وزعتر وروز ماري مطحون فلفل اسمار بابريكا بهارات بصل بودر طوم بودر وملح طبعا اهم حاجة ان احنا مش هنحط البصل زي ما هو لا انا هفرمه وهصفيه وهاخد ميته يعني التكة الاساسية في اللشاوي علشان اللحمة متحرقش معاكي وتبقى حلوة كده وشكلها حلو البصل بتصفيه ما بتحطش بصل زي ما هو فعمل ايه هفرم البصل كويس جدا انا عامه قوي وبعدين هحطه على مصفة رفاية خالص اصفيه انا عايزة بس ميت البصل هي اللي هتبل بيها ونفس الحركة دي هعملها مع التماطم هفرمها كويس جدا هنعمها وهاخد برضو ميت التماطم فكده بقى يبقى فرمت البصل لوحده والطوم لوحده التماطم سوري وهصفيهم وده كده شكلها كده صفيت البصل دي ميته ده شكله كده بعد ما تصفى التماطم برضو صفيتها وده البصل صفيته في المصفة تمام كده الطريقة سهلة جدا معنا يبقى اول حاجة معايا ميت البصل وميت الطماطم وده كده المكونات معنا هبتجي بقى حط ميت البصل وعليها ميت الطماطم على فكرة التدبيلة دي جمدة جدا 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 لو جربتها هتعجبكم قوي وبعد كده التوابل البهارات اللي تلكوا عليها وهنا معايا خل ربع كباية خل وزيت لان الزيت بيدي لمع حلو أول المشويات وهي على الفحم حتى هتشوفوا شكل اللحم عاملة زي بتلمع ولمون يعني عصير لمونتين لمونتين كبار أو ثلاثة لو صغيرين وده طوم مفروم وجنزبيل أو زنجبيل مفروم برضو فرش لو ما عندكش فرش حطي بودر ما فيش مشكلة اللي هو ده شكل الفرش وهنيجي بقى للتكالب تدي طبعا طعم حلو جدا سوس الباربيكيو باربيكيو سوس بس أنا جاباها بالعسل عشان بيديها طعم كده حلو شوية هتحطي الماء عادل مع لقتين كبار أنا هزوت شوية علشان كمان أعمل تدبيلة الفراخ معاها اللي هي شيش طوك هاخد شوية من دول ووريكم هعمل فيها إيه وده السويا سوس أنا بستعمل السويا سوس الفاتح علشان ما يكونش غامق هحط ما هيو عادل ثلاثة أو أربع معالق كبار هو أربع معالقة كمية دي كويس جدا كده هتبهر ثلاثة معالق بديه ومهلا أكمان هقلب بقى التدبيلة دي كويس قوي 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 وهضف لها عسل نحل معالقة عسل نحل هو البربكيو سوس بالعسل بس أنا هضيف كمان معالقة عسل نحل بس أنا هضيف كمان معالقة عسل نحل بديه طعم حلو قوي لللحمة وبتخليها كده فيها لاما حلوة بتبقى مكرملة شوية وبكده ما هدف لها معالقة عسل هدف ويبقى الخليط ده كويس وكده أنا جهزت اللحمة اللي هشويها معايا لحمة ريش دي ريش داني ودي لحمة روزبيف أنا أدقيها مقطعها ودقيها دي بتبقى في سلسلة الظهري كده بتبقى أحلى لحمة للشويس ماها روزبيف أو لحمة ستيك طبعا بتبقى اللحمة كتعة اللحمة متغلف عليها كتعة دهن كده من الحرف بتاعها تعرفين هي دي الروزبيف تماما هجيب بقى كده سنيتين اللي هحط فيهم التدبيلة هتبل كله نوع لوحده هبتدي بقى أحط شرائح اللحمة طبعا أنا بتبّل من قبلها بيوم يعني أنا عاملة الأكل ده النهارده أنا بتبّلها من مبارح بالليل علشان المشويات بيزيزي تتبّلها من قبلها بيوم تغذي فيها نتيجة حلوة جدا وطعم حلو قوي بتبقى شربة التدبيلة بتاعتها بقى كلها هبتدي بقى أحط شرائح اللحمة كده واحطها لها التدبيلة طبعا كلك هتقولوا ليه طب صفينا البصل وما حطناش البصل زي ما هو في الشاوي بالزيت لو حطنا بصل زي ما هو البصل بلزق في اللحمة هتيجت حطيها على الفحمة هتلاقي اللحمة كلها حاتة كده صغيرة محروقة البصل كله هيبقى كأنه محروق في اللحمة فمش هيديها شكل حلو ولا طعم حلو كمان فبنصفي البصل بيبقى أحسن كتير وكده تبّلت اللحمة هيعمل بقى نفس الموضوع في الريش كده تبّلت الريش وتبّلت الروز بيف واقفلهم بقى واغطيهم واحطهم في التلاجة ممكن لو انت هتشوي في نفس اليوم اشوي من الصبح عادي لغاية وقت الأكل ممكن 6-7 ساعات بس الأفضل بنقابلها بيوم دي بقى التدبيلة تبقت معايا من اللي احنا عملناها هضيف لها بقى التكات البسيطة اللي هي بتاعة الشيش توك وهي معايا المستردة ومعايا الكركم ده كده الكركم عشان يدينا اللون الأصفر شوية للشيش توك يبقى ادهب شوية وبهارات كاري وزبادي والمستردل المستردل طبعا بتاديها طعم حلو قوي مستردل خردل بتاديها طعم وريح حلو جدا حتى ما يعد المعلقة كبيرة هقلبهم بقى كويس قوي وكده دي تدبيلة الشيش توك يعني التدبيلة بتاعة الشيش توك اللي احنا عملناها كلها في اللحمة بس زودنا عليها الحاجة دي مستردة وزبادي وكركم وبهارات كاري طبعا هيديك نتيجة روعة للشيش توك ده كده شكله انا ما كانش عندي وراك بصراحة كتصدور بس اطعتها وشاوتها يعني بتادي نفس الغرض هي لو وراك هتبقى افضل كتير بس ما كانش عندي وراك مخلية دي كتاع صدور مخلية ومقطعهم وكعبات هقلبها بقى كويس عشان تشرب التدبيلة وهغطيها برضو بالستريتش وحطها في التلاجة طبعا الشيش توكي بقى افضل حاجة ان هو برضو يتدبيل من قبلها بيوم وبكده بقى ندخل عش شاوي اول حاجة شاويتها كده الريش طبعا مش انا اللي باشوي اخويا هو اللي وقف على الفحم بتيجي ده الريش طبعا شايفين انتو اللمع عاملة ازاي في الريش تدبيلة حلو قوي ورحيتها كمان جميلة انا اللي باشوي باشوي فوق السطح ونباشويش في البيت عشان البهدلة والدخان فاحنا عاملين تربيزة كده وفوق سطوح عندنا والشواية بحيث لما نيجي نشوي نوعد ناكل فوق وده كده شكل الريش لما استاوت طبعا القعدة فوق بتبقى حلو بتحس ان هي فصحة يعني انا حاسة ان انا في مخيم او على البحر القعدة جميلة جدا كده بقى الريش تمام خلاص استاوت طبعا بحط طبق فيه شوية خضرة كده تدي منظر يعني جرجير او بقدونس هبتدي اشوي الستيك او الروز بيف انا بتبقى لعمل كل حاجة لاجهت لاجهت الفحم بقى مشانا هنبقى فعشاوي بصراحة ده الشيف احمد بقى هو اللي متولي مسؤولية الشوية كده بقى الريش تمام انا بعمل ايه بعد ما قال حاجة تستوي بقى اقفلها بورق فويل وحطها في الرف اللي لحت الشوية عشان تفضل سخنة هوريكم ازاي دلوقت كده بقى تمام هنقلبها وده الطبق اللي مجهزة عشان نحط فيه وكده ده الطبق اللي بحطه تحت عشان يفضل الحاجة سخنة وكده بقى هتدي اعمل الشيش توك في السياخ هوريكم ازاي بقطع بقى بصل فلفل الوان احمر اصفر اغدر اغدر يعني يدي منظر حلو بدي منظر يكون حلو في السياخ وبيدي كمان ريحة ونكهة للشيش توك هبتدي امسك السياخ بقى كده دخل فيه حاجة حاجة يعني كتعة دجاج او كتعة شيش توك وفلفل بصل طماطم زي ما انتم شايفين بالشكل ده بس بيخلي الشكل حلو قوي هوريكم كمان بقى لما اتحط على على الشواية هيبقى شكله عامل ازاي وده كده شكلها شايفين الشكل حلو قوي هكمل برضو بقيت السياخ كلها بالشيش توك بكده احط كتعة شيش توك وكتعة طماطم اعفل في الالوان طبعا الشيش توك عشان متابل من امبارح فاللحمة متابلة وطرية وحلو قوي وده كده المنظر حطهم بقى على الشواية ووريكم الشكل ازاي وبكده بعد ما خلصت كل السياخ يشش توك ده عبارة عن كيلو يعني كيلو عمل معايا كمية حلو قوي هشويهم بقى ووريكم شكلهم بعد ما يستوي شكله ايه ووريحتها بقى بصراحة حلو قوي ده منظرها هقلبهم بقى ووريكم شكلهم بعد التقليب ده كده شكلها بصراحة حلو قوي التدبيلة جمدة جمدة يعني جمدة ان شاء الله تعجبكم واللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك بقى اظن الوصفات حلوة جدا وهتستفادوا منها كتير وده شكلها كده بعد ما استوي الروز بيف الريش الشيش طوك ويلا بسرعة مستني ايه اللايك للفيديو بقى طبعا يعني اظن استاهي اللايك بعد التعب ده كله تدبيل وشوي وفحم وبهدلة اللايك بقى حطوا اللايك واللسه ما اشتركش ويدوس على زر الكل عشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة ان شاء الله ويرى اللقاء في فيديو اخر مع هيا مسار